كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة حصول المنتخب الجزائري لكرة القدم على لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه وأعرب سمو رئيس الوزراء في برقيته لفخامة الرئيس الجزائري دوام التوفيق والنجاح ولشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية المماثلة إلى معالي السيد نور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء الجزائري